اشتركوا في القناة 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 شي vardı. Olduğu zaman öldüğü zaman cesedinin düşman bandırı sağlatında kalmaması. Basit ve sade. Ay avrum dedi. Artık Tanrı emanetini istediği dakika alsın. Tobran bizim bayrağın altında olacak. Bursa 11 Ekim Halide Edip adı var. إذن هذا كان نص الذي بعنوان تحت رأيتنا تحت عالمنا hızlı sözcüklerle ilgili etkili übüçlerinden yola çıkarak örnekteki gibi çözülürüz. Sarı renkli kütükteki harfleri numara sırasına göre birleştirip gizli sözcük buluruz. Kalina nırttıbı kalimat anlazda halde çok elbiz Let yola 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 أو صنعجي يعني مهاجر أو لجأ يولدا يولدا يولد 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 كافلسين تسادف يولد همير سيفاء اذا هجمع لعلكل مهاجر مراد مراد كلمت مراد استك dilek امني طلب تك umد تك سنعنى تك يومي يومي تك يومي تك تك كُمْ الْتَالْتِهِ قِيمَ اِذَنْ قَيِّمْ دَيَرْلِ ذُقِيمَ Üzerinde kıymetli taşlarla donatılmış harika bir hırka vardı. Halk, halk yani شعب. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan, topluluğu. Bu ülkede yaşayan halk, misafir, berverliğe çok önem veriyor. İlhan, misafir, berverliğe çok önem veriyor. Olgunluk, olgunluk manaya elbuluh, yani şey elbeluh. İnsanların bilgi, görücü ve hoş görücü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu yetkililik kemal. Öğrencilerin bu kötü şakasını olgunlukla karşılayan öğretmen hiçbir şey olmamış gibi dersine devam etti. Bandıra Bandıra Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak. Bandıra Bu Raya Bu Sıfina Bunlar bizimkiler diye bağırdı. Ümit Ümit Yani Umut Amel Yani 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 Yerini Yağmur Yağmur Yağmayyajan Ümit Edyurum Yarın Yağmur Yağmayyajan Ümit Edyurum A'mal İnno Ma Otur Gde Enno Ma Yağmur Ma Yağmur Mata Gde Ziyan Ziyan Yani Ziyan Zarar Ucaba Açık Unutunca Bütün yemek Ziyan Oldu إذن لما نسي الفرن شغال تضرر الأكل كله كسلة أيقاب طبانه طابول كان طبق من دان ياب من دان كلانولان بيكباش هايبان لرن إذن هو كسلة هو شيء اللي غطي الحذاء من الأعلى يعني الجلد اللي قاعد يصنع منه الحذاء أو بيطانة الحذاء إذن نضع في جملة بو أعزل أيقاب يتكين أراضي أعزل الليكتكي كسلة بيرتور بولامده يكنت يكنت يكلام بيرشين بارتلار قرانتلار إذن الأنقاض يكنت هي الأنقاض أو بقايا الشيء المحترق أو المهدوم أراضي أراضي بحث عن سورة أبيه في أنقاض المنزل طول اليوم طبعاً بعد ما جمعنا حسب الأحرف الموجودة باللون الأصفر حسب الترتيب ستطلع معي كلمة الكلمة المخفية الجمهورية أولاً النشاط الثاني بيرامزنا لتنظم يتنين دين حركات لا دعنا نجاوض على الأسئلة التي في الأسفل وفق النص تحت رأيتنا أو تحت علمنا يزار هاتيجا نيني نيشين انتعاميه أولاً ليش الكاتب ما عم يقدر ينسى نانا خديسة هاتيجا هاتيجا نيني صرف يباني بيراماً 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 هكاية يزاري دردين اتكاله انتعاميه لأنه ما قاعد يعني هو ما قاعد يقدر ينسى نانا خديسة لأنه هي دائماً بتهاجر من مكان لمكان بس من شان تظل بدولتها وما تموت بمكان تحت راية أجنبية أو راية غير راية البلد ايكي هاتيجا نيني بايراك سيفكيسي ورونانالير كاتلانشتر إذن إيش أضافت حكاية نانا خديسة على حب الوطن أو حب العالم بيش دفاء فيان مش هير دفاء صنده يولاره دوش مش صرطنده أغلويله قريكتين ده سورنا سورنا يولاره عاش مشتر عايقول انه هي محترق بيتها خمس مرات وايضاً هاجرت خمس مرات وقعت في الطرقات وحملت ابنها على ظهره وأيضاً عبرت في الطرقات أو عند الحاجة سورنا ثم هاتيجا ننا بيش دفاء بيش دفاء بيش دفاء سورنا إذن قاعد يقول بَلَدْنَاوْمَااااااااااااااا اعجل مرات نان ختجآ يوم باراک سحر سنداك نصل برئيليشكي كوريورسونيز اج كلاينيز. هم يقول لي كيف راح فينا اه نربط العلاقة بحب العلم مع شو الاحساس بالامان شو علاقة حب العلم بالاحساس بالامان بايراك اوزقر له تمثيله در العلم يمثل الحرية. انسان اوزقر الانسان بالمكان اللي يحس بنفسه بالامان لما يشوف لما يكون بمكان اه هو فيه حر. الناس اللي بتحب العلم اوزقر لون قاتير دي كوفين دويقوا الى شارلر. راح يعيشوا بالامان باحساس الامان اللي اللي قاعد تصنعه الحرية. اه اه 6. okuduğunuz متندن çıkardığınız sonuç nedir? شو هي النتيجة اللي استخرجناهم الناس. اذن. okuduğunuz متندن çıkardığınız sonuç nedir? الناس اللي قاعد تصنعه الحرية. اذن. اهم شيء في هذه الدنيا هو العيش في وطن حر وايضا بامان. اذا العيش بامان وحرية في اه في وطن اه الانسان الانسان يمتلك وطن يحس فيه بالامان وحرية فايش ما يكون معه تصير معه احداث مؤلمة وايش ما كانت الاوجاع. راح تكون غير مهمة. اوچ. اوچون جايت كلي كانش عبتالر. اوكودو نزمتنن حكاية حريطة صنع تكارنس. بده منو بدو مني انو استخرج خريطة الحكاية يعني عناصر الحكاية لهذا النص. نحن نجع من جديد. كهرامان لار يظهر هاتي جانينا. اذا الابطال الكاتب ونانا خديجة باش كهرامان كيشي لكو جيل لك ليري. اذا صفات الشخصية لي البطل الرئيسي وطن ساولي هي نانا خديجة. اذا هاتي جانينا وطن ساور جيفا كار عزم لي اذا ثات عزم قوية وايضا حمحبة للوطن. باش كهرمان فيزيكسي لزيك لاني الخصائص الفيزيائية الجسدية لبطل القصة ياشله هي امرأة كبيرة والسياح جوجله وايضا عيونها سوداء اذا ذات عيون سوداء هذا الشيء اللي ذكروا بالنص المكان اللي حدث في النص او المكان اللي صار في الحدث سلاح لي جوة القناة اللي حدث في النص او المكان اللي صار في الحدث ملي مجادة زمان اللي حدث في حدث ساكم اللي حدث في� الحدث الحدث المكان اللي حدث في الاسم الطبيب يمنع حيلها بردول الزور لها أشب وطننا بايرانا بشين دين قتمسنن إكايسي إذن حكاية النانا خديجة اللي ما بدها تعيش بدولة تحت حماية أجنبية وتحت علم أجنبي فهي دائما يعني تتحمل الصعوبات من أجل البقاء تحت راية الوطن دوردن جاية كلك النشاط الرابع بايران زنالتن دا أدلمتين دا أرنك لاندرمة بنزيتمان وكارشل أشترمة جملة لريني بولاراك أرنك تكيبي يازمز دعنا نوجد الجمل اللي فيها تشبيه فيها تمثيل وفيها مقارنة أو مقابلة طبعا حتى نأكل الجمل بهون تشبيه فيها تشبيه فيها تشبيه فيها تشبيه فيها مقابلة الطريق اللي في انجل الظروف الفهم دعنا نكتب الظروف الفعل دعنا نكتب شو يعني شو البغ شو اللاحقة والرابطة اللي اخذتها ضروف الافعال طبعا ضروف الافعال راح نشرحها فيما بعد ان شاء الله بشكل كامل عنا ضرف الفعل هون جذر الفعل كل شي غير جذر الفعل هو لاحقة هو لاحقة رباعي ب هنا كمان صار اللب صار الماك عنا عنا قيبت انجة انجة هي كاس مك قيبت مك هاي اصلا تهلا الانوبل اصلا Chase كان بعد كان Cheng انجة اخوات اهيلا اي طبعا ما تكر أنه لاحقل ، اخوات وضاء يع LIolé على الغيكن كان حياتي الارض رواف الانطرق تمريه الأسوال بgomery إذن العلم هو علامة حرية الدولة دشمان دور صح هرمات لازم در مصطفى كمال أتوترك سوزن دن أن لديك لارنز إفادة إذن بركون شما يابنز هذا نشاط صفي عم يقول لي خلينا نتحدث عن كلمة مصطفى كمال أتوترك اللي قال فيها العلم هو أو الراية أو العلم هو علامة حرية الأمة دشمان دور صح هرمات لازندر حتى لو كان في عدو بالبلد أو في الوطن وحتى مقابل العدو يعني لازم يكون فيه له حرمة خلينا نعمل كونوش محادثة حول هاي الجملة مع أصدقائنا في النص طبعا بشكل مبسط شو رح نحن فهمنا من هالكلام اللي فهمنا من هالكلام أنه العلم في كل وقت هو رمز الحرية هو رمز يعني أيضا الحسب الأمان بالوطن شرحنا في سؤال رابع أنه الإنسان لما يكون يحس بالثقة في وطن في حسب الحرية فبالوقت يكون هو في الوطن الحقيقي يعني نجيت كلك النشاط السابق أصدقائك تيمال أردان استدي نسا شرك بير شيريازم شيري نزا ويقوم بير باشلك كوين عم يقول خلينا نختار من الأمثلة اللي بالأسفل ونكتب حولها الشعر وأيضا نحط مقدمة مناسبة لهذا الشعر طبعا هو عطي لي كلمات مثل علم حرية مكاء الكفاح الوطني الشجاعة الفداء حب الوطن الغزو والشهادة الغزو يقصدون في الجهاد وطن سيرجيسي حب الوطن بسيطة برقا تركين خرينا اردان تركين اندولو سبا هذه شركة زينة اذا هذا عن حب الوطن طبعا انتهى معنا الدرس اعزائي الله مشاهدوا تكونوا استفدتم معنا بهذا الدرس الدرس الاول من الوحدة التانية لكتاب الصف الثامن مادة اللغة التركية كان معكم الاستاذ مصعب السهم من موقع منهاجي لا تنسونا الاشتراك في القناة على اليوتيوب وايضا في الموقع على الانتراب